هل تخيلت في يوم من الأيام أن أحداً من أحبائك أو أصدقائك المتوفين يمكنهم حضور عرسك؟ هل تخيلت أن يدخل عليك شخص توفي وأنت تحتفل بليلة زفافك؟ يبدو أن هذه المسألة ليست ضرباً من الخيال بالرغم من أن هذا الموضوع ليس حديثاً بسبب ثورة الرقميات السريعة في عصرنا الحالي والتي بدأت بتقنية الهولوغرام إلا أن الأمر صار أكثر تطوراً حالياً الهولوغرام هو عبارة عن موجات ليزر ضوئية تشكل طيفاً مجسماً للشخص بأبعاد ثلاثية من نسخ الإنسان كل دورها نقل الطيف البشري بأبعاده الثلاثية فمن خلال تلك التقنية تستطيع رؤية الشخص الافتراضي أمام عينيك دون الحاجة إلى نظاراته لكن هناك شيئاً جديداً آخر وهو إمكانية تفاعلك مع الشخص الفائت أو الغائب الذي رحل عن العالم لأنه سيكون أمامك ويتفاعل معك هو الآخر وكأنه موجود بالفعل لكن ما هي القصة؟ نشرت وسائل إعلام غربية خلال الفترة الماضية أخباراً عن حفل زفاف سيقام في الهند من خلال افتراضية الميتافيرس ثلاثية الأبعاد بحضور والد العروس المتوفى كيف ذلك؟ وفقاً لما نشرته دايتشفالا الألمانية قال العريس إنه يعرف أكثر من شخص أقام أعراسهم على تطبيق الاجتماعات زوم لكنه قرر عنه الزهاب لأبعد من ذلك وأنه يكون أول شخص يقيم حفل زفافه من خلال افتراضية الميتافيرس العروساني فكر في الاحتفال بعرسهما من خلال خاصية الميتافيرس باستضافة والد العروس المتوفى من خلال صورة رمزية وقال العريس في تصريحات صحفية عن حفل الزفاف إنه سيكون بتاريخ السادس من فبراير شباط المقبل في أجواء مستوحات من سلسلة أفلام هاري بوتر الشهيرة وأن تكلفة ستتجاوز العشرة ألاف دولار وذلك ما فاجأ الجميع نظرا لانخفاض تكلفته وخلال الأشهر الماضية صار مصطلح ميتافيرس واحدا من أكثر المصطلحات انتشارا على الإنترنت هذا بعد تداوله كثيرا من المرات على لسان مارك زوكربيرغ مؤسسي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والذي يرى أنه مستقبل الشركة ونتج عنه الإعلان عن تغيير اسم شركة فيسبوك إلى ميتا المشتق من الميتافيرس بالإضافة إلى الإعلان عن خطط عملاق الشبكات الاجتماعية لتعيين ما يصل إلى عشرات آلاف موظف في أوروبا للعمل على مشروعات جديدة مرتبطة بالميتافيرس وبالرغم من كثرة الحديث عنه إلا أن الميتافيرس لن يكون متوفرا في وقت قريب للاستخدام من الجميع لأنه ما زال يتطلب تطور العديد من التقنيات بما فيها تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والمستشعرات والشاشات وتقنيات الصوت وغيرها بالإضافة إلى البرمجيات نفسها بما في ذلك تقنيات الزكاء الصناعي والتعلم الألي وببساطة فإن تطور للوصول إلى مرحلة الميتافيرس سيكون تدريجيا وربما يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات أو ربما يواجه معوقات كثيرة ترجمة نانسي قنقر